عن التعميم فنقول العاصي يستوجب النار لكن قد يغفر الله له وقد لا يغفر فمثلا نقول لعن الله آكل الربا لعن الله شارب الخمر وهكذا لكن لا نقول فلان ونحدده ونعينه فلان في الجنة أو فلان في النار هذا حرام وكبير من أعظم الكبائر وتألي على الله لكن قد يقال إن آكل الربا مستوجب للعذاب قد يعذبه الله وقد لا يعذبه نقول من مات على الشرك بالله فهو في النار هذا صحيح من مات وهو يدعي لله الولد فهو في النار من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار هذا كل صحيح لكن لا نحدد فلانا بعينه لا نقول فلان في الجنة أو فلان في النار لأننا لا نعلم بما يختم له ولنعلم كيف ختم له فلا تتهم أحدا ولا تحكم على أحد بجنة أو بنار لذا قال الله تبارك وتعالى معيبا ومنكرا على أهل الكفر لما كانوا يحكمونه على أهل الإسلام إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين